بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء أنا الطلاب والطالبات أهلا ومرحبا بكم ضمن سلسلة دروس الرياضيات الصف الرابع الفاصل الدراسي الثالث عندنا اليوم اختبار تراكمي وطالما اختبار تراكمي راح نتحدث عن الفصول اللي مرت علينا أيضا الفصول أيضا سبق مرت علينا بقبل الفصل 11 وما قبله نبدأ طبعا الفصل 11 هذا الموضيع اللي مرت علينا يتحدث عن الكسور العشرية متما تعودنا جهز ورقة ونبدأ فيها الحل بعدما يطلع التوقيت وينتهي نبدأ مباشرة في الحل الجزء الأول راح يكون اختيارات اوجد ناتج 878 تقسيم 9 نبدأ في طلعا موسيقى ترجمة نانسي قنقر لا تعتبر أساسيات في الرياضيات لا بد أن تفارق هذه المهارة عندك لا بد أن تتمكن من عملية القسمة راح نحل الآن عندي طبعا الآن 878 راح أقسمها على 9 راح أخذ كل عدد من المقسوم وقسم على المقسوم عليه نبدأ طبعا بالمنزل الأكبر عندي الثمانية إذا كان أول عدد صغير بإمكاني تجاوز هذه الخطوة فقط إذا كان أول عدد ونأخذ معها العدد اللي بجاء 87 تقسيم 9 ما هو العدد اللي أضربه فيه 9 يعطيني 87 أو قريب على 87 طب ما عندي شيء بجذولة 9 لكن عندي قريب كما أخذ أحسنتم أخذت 9 9 ضرب 9 يعطينا 81 الثمانية الآن بعدما انتهينا بالقسمة والضرب أبقى بخطوة الأخيرة الطرح 87 ناقص 81 يتبقى 6 أنزل عدد الثمانية 68 تقسيم 9 ما هو العدد اللي أضربه في التسعة يعطيني 68 ما عندي طب قريب على 68 السبعة نعم قريب من وين أنا عندي 68 واحد قال لي بأخذ الثمانية الثمانية ضرب 9 72 أنا ما أستطيع أنا عندي 68 فقط لذلك راح أخذ قريب ولكن قريب أقل يكون السبعة ضرب 9 يعطينا 63 نطرح الآن يتبقى 5 ودائما لا بد يكون الباقي أقل من المقسوم عليه إذن الإجابة 97 ويتبقى 5 وهي الفقراجي بعدما تحل ابحث عن الإجابة ضمن الخيارات ننتقل سواء الآخر رتب من الأصغر إلى الأكبر 5 على 12 ربع ثلاثة نضع التوقيت الأبداء طيب نشوف الآن لاحظ طالما طلب مني ترتيبها في الترتيب والمقارنة أستطيع استخدام إما النماذج أو خط الإعداد أو مباشرة باستخدام الطريقة الحسابية طيب نشوف الآن هنا عندي طبعا في معشر جزء عندينا أربعة أجزاء عندي ثلاث أجزاء يعني الكسور عندي ليست مجزة بنفس الأجزاء كيف نسوي؟ راح أوجد كسور متكافية حتى يسبع لها نفس الأجزاء طيب من خلال معرفتي أنا متمكري من جدول الضر أعلم الآن أني راح أخذ الربع راح أضربها في كم؟ أضربها في ثلاثة يصبح عندي الآن ثلاثة على ثلاث هذا الآن كسر مكافية أخذ الآن الثلاثين أجب لك كسور مكافية أضرب في كم؟ أضرب في أربعة حتى يصبح ثلاثة ومدام أني ضربت المقام في أربعة راح أضرب أيضاً البسط في أربعة فيصبح عندي ثمانية على ثلاثة أصبح لدي الآن الكسور مجزة نفس الأجزاء جميع أجزاءها الثلاثة أستطيع الآن الترتيب الترتيب؟ طيب من الترتيب من أين؟ من الأصغر حتى الأكبر وين أصغرهم؟ الأصغر ثلاثة على ثلاثة راح يكون ترتيب الأول اللي هو الربع طبعاً الآن 5 على 12 راح يكون ترتيبه الثاني عندي الآن الثمانية على 12 راح يكون ترتيبه الثالث أبحث الآن عن إجابتي الربع عندي الخمسة على 12 والثلاثان إذن الفقرباء هي الصحيحة لاحظ الآن مرتبة من الصغير إلى الكبير إذن الفقرباء هي الصحيحة ننتقل سؤال آخر ولا يحضر باستخدام أيضاً نماذج تأخذ نماذج يعني حتى لو خط النماذج رسمة النماذج تكون دقيقة يعني تكون الأشكال المتماثلة ابدا بالتلوين بعد كذا تستطيع المقارنة ما بين الأشكال ننتقل السؤال آخر أي رموز التالية يجعل الجملة صحيحة أضع التوقيت مباشرة ونبدأ اشتركوا في القناة طبعاً سهلة جداً لاحظ أني طالما كسرين عشريين سيكون مقارنة سهلة جداً أبدأ بمقارنة العدد الصحيح عندي هنا واحد عندي هنا واحد أنتقل الآن للأجزاء عندي 45 جزء من مئة 42 جزء من مئة الإشارة المناسبة ستكون هي الأكبر إذا فقربها هي الصحية ننتقل السؤال آخر تبين الساعة التالية وقت أذان المغرب في أحد الأيام إذا كان أذان العشاء بعد أذان المغرب بساعة و25 دقيقة ففي أي ساعة يكون أذان العشاء أضع التوقيت لأبدأ طيب طبعاً لاحظ عندي الساعة الواضحة أمامي كم الساعة الآن؟ أحسنتم الساعة السادسة؟ لا، الخامسة و45 دقيقة إذن 45 دقيقة سأضيف إليها ساعة و25 دقيقة أضعبت بإضافة ساعة واحدة كم تصبح الساعة؟ تصبح الساعة السادسة و45 دقيقة الآن سأضيف الـ 25 أضيف الـ 25؟ أباخذ من الـ 25 15 لو أضفت إليها 15 دقيقة أضفنا 15 دقيقة تصبح الآن الساعة أحسنتم الساعة السابعة تماماً تبقى من الـ 25 بعد ما ختمنا 15 عشر دقائق إذن تصبح الساعة السابعة وعشر دقائق وهي الفقرة جيم الصحيحة ننتقل لسؤال آخر سؤال سهل أضع التوقيت مباشرة طيب إذا جئني الآن طبعاً الأكبر قيمة سأضع العدد الأول 11 و 15 الطريقة أضع الفاصل نحت الفاصلة تضع الأعداد مع الأعداد والأجزاء مع الأجزاء مع مراعاة كل المنزلة تحت المنزلة المثيلة لها لابد أن يكون ترتيبك صحيح طيب لاحظ عندي الآن بطريقة مباشرة سريعة طالما الفاصل العشر يقع على إيسان والعدد هنا عندي 11 هنا عندي 0 هنا عندي 1 هنا عندي 5 إذن مباشرة 11 هي أكبرهم إذن أكبر قيمة سيكون الفقرة ألف هي الصحيحة ننتقل سواء الآخر سأضع التوقيت مباشرة طب نشوف الآن عود نفسك على القراءة حتى تفهم المسألة جيدا سأقرف يزداد طول نبتة 4 أخماس سنتيمتر أسبوعيا أي الكسور العشرية الآتية يكافئ 4 أخماس كسر عشري أي استخدام الفاصلة يكافئ يعني كلها نفس القيمة أنا حتى أستخدم الكسر العشري لا بد أكون عندي المقام 10 أو 100 طبعا عندي المقام 5 نعم صحيح راح أضرب المقام فيه 2 وطالما ضربت المقام فيه 2 راح أضرب أيضا البص فيه 2 فيصبح المقام 10 ويصبح البص 8 أستطيع الآن استخدام الكسر العشري طالما عندي المقام 10 8 على 10 هي 18 وهي الفقر جيل الإجابة الصحية ننتقل سؤال آخر سؤال سهل أضع التوقيت مباشرة طيب لاحظت معي طبعا الآن أن الشكل واحد وهذا الشكل جزئنا إلى عشرة أجزاء أخذت من هذه العشرة ثمانية أجزاء فقط ثمانية من عشرة طيب هذه العدد عندي عدد صحيح لا هنا عندي ثمانية ثمانية لا يحظ نعم ثمانية من عشرة هي ثمانية على عشرة إذن فقر الجيل باستخدام الكسر العشري هي الصحيحة السؤال لبعدا أيضا سأضع التوقيت مباشرة نبدأ طب لاحظت معي الآن خط الأداد اللي موضح أمامي عندي هنا ثمانية وثلاثة أعشار ثمانية وأربعة أعشار إذن لاحظت تغيير فقط في عشر إذن هنا الآن كأن عندي ثمانية وثلاثون من مئة وهنا عندي ثمانية وأربعون من مئة فقط ما بين عشرة ما بين عدد ما تكلم عقد مثل ما هو طيب نشوف الآن هنا عندي واحد وثلاثين ثمانية واثنين وثلاثين ثمانية وثلاثة وثلاثين ثمانية وأربعة وثلاثين من مئة ثمانية وخمسة وثلاثين من مئة ثمانية وستة وثلاثين من مئة ثمانية وسبعة وثلاثين من مئة نبحث الآن عن إجابتي بيجد أن هالفق رجيم هي الإجابة الصحية ومثل ما وبحنا الآن استخدمنا الآن أجزاء المياه طبعاً نفس الكمية ما راح يتغير شيء في العدد السؤال التالي سؤال أيضاً مباشر وسهل جداً أضع التوقيت طيب تعالوا نشوف الآن طبعاً أعطاني هنا طبعاً نموذجين الأول يعبر عن هنا عندي ثمنة أجزاء لا تضلل منها خمسة خمسة على ثمانية هنا عندي طبعاً جزء النموذج إلى خمس أجزاء تضلل منها ثلاثة لاحظ كيف الشغل جداً دقيق مع أنه عندي نماذج ولكن لا بد تكون النماذج متماثلة تكون الأجزاء متطابقة إذا قسمنا فاستخدام النماذج لا بد يكون برسم دقيق طب اش رأيك؟ هل نفسك كمية؟ لاحظ الآن جزء المضلل عندنا إلى هنا هنا إلى هنا طيب الفرق جداً بسيط أيهما أكثر أو أكبر ضللنا أيهما أكثر استعملنا أيهما أكثر نعم صحيح لاحظة الفرق جداً بسيط هنا ولو استخدمت لاحظة الآن رح يوضح أنه أكثر لو استمرنا يكون بالشكل هذا إذن الشكل خمسة على ثمانية أكبر من الشكل التالي لو ثلاثة أخماس الإجابة الصحيحة خمسة على ثمانية هي الأكبر الفقردال هي الصحيحة الطريقة الحسابية طبعاً رح تعطيك بشكل المعاشر سؤالي بعدها أي مجموعات الكسورة التالية مرتبة من الأصغر إلى الأكبر نبدأ تعالوا نشوف الآن كيف سأررتب طبعاً الكسورة العشرية هي نفسها اللي عندي لو أخذت الآن ستة أعشار طريقة ترتيب أضع الفاصلة تحت الفاصلة أضع الآن كل منزلة تحت منزلة شبيهة أولها ستة من المئة أضع الآن الفاصلة تحت الفاصلة يصبح عندي الأعداد صفر ستة وستين راح الآن أضع في المنزلة الخالية أضع فيها صفر أبدأ بمقارنة العدد الصحيح هنا طبعاً كلهم نفس العدد تبقى عندنا الأجزاء هنا عندي ستين ستة ستة وستين مرتبة من الأصغر الأصغر عندي ستة إذن كنت ترتيب الأول عندي الآن ترتيبه الثاني ستين أخيراً ترتيبه الثالث 66 إذا رح يكون 6 من 10 الترتيب رح يكون 6 من 10 بعد كذا نعم صحيح السنتم 6 من 100 بعد كذا 6 من 10 أخيراً رح يكون 66 من 100 ابحث عن إجابتك ضمن الخيارات تجد أنها الفقرة دان هي الإجابة الصحيحة ننتقل سؤالاً آخر ما الكسر العشري المكافئ لهذا العدد الكسر؟ نبدأ طيب نشوف الآن عندي العدد الكسري ثلاثة وثمانية على مئة لاحظ عندي متكوى من عدد وتكوى من أجزاء ثلاثة و وكأن عندي هنا يفصل ما بين العدد والأجزاء إذن رح تكون الفاصلة العشرية عندنا العدد الثلاثة رح يكون عني يصار تبقى الأجزاء ثمانية من مئة كم منزل علي من الفاصلة؟ طالما عندي أجزاء و المئة إذن رح يكون منزلتين أحسنتم أول منزلة تعبر عن الأعشار أما أجزاء و المئة تكون هنا طيب سألك كيف الآن يعني أعبي هذه المنزلتين وأكتب العدد الثمانية هل أكتب الثمانية بالشكل هذا؟ أم بالشكل هذا؟ أكتب العدد الثمانية ثمانية أم بالشكل هنا؟ أحسنتم لاحظ هنا الآن يتغير عدد الثلاثة ثمانين ونصبح ثمانية من عشرة هنا الآن الثمانية في منزلة الأجزاء وم المئة وحافظ على منزلة الأجزاء من عشرة أضع صفر إذن تكون الفقرة الصحيحة هي ألف ننتقل السؤال الآخر هنا طبعاً رح يكون إجابات قصيرة صالة مستطيلة مساحتها 84 متراً مربعاً وطولها 12 متراً ما عرضها سؤال جداً جميل ومهم أضع التوقيت ونبدأ موسيقى 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 نشوف يا شباب الأن المساحة مين اذكرني بيه مساحة المستطيل مساحة المستطيل مرت علينا أحسنتم مساحة المستطيل يساوي حتى أجد المساحة ما هي المساحة؟ هي المنطقة المحصورة الداخلية طيب المساحة تساوي طبعا الطول ضرب العرض طيب لاحظ معي الآن أعطاني المساحة أعطاني المساحة كم المساحة؟ أعطاني قال المساحة 84 84؟ هذه المساحة 84 يساوي أعطاني أيضا الطول إنه 12 طلب مني العرض إذن 12 ضرب العرض ما أنت يطلب من العرض يعني كان يقولي 12 ضرب كم يعطينا 84؟ طب تعالوا نحن المسألة أسأل نستخدم استراتيجية حل المسألة أسأل لو قلت لك 2 ضرب كم يعطينا 10؟ 2 ضرب 5؟ طب كيف تحصلت على الإجابة؟ أحسنت بالقسمة قسمنا العشرة تقسيم 2 فأعطاني 5 بنفس الطريقة الآن راح أستخدم القسمة راح أقسم 84 أقسمها على 12 فأحصل على العدد المطلوب 84 تقسيم 12 كم؟ ضرب 12 يعطينا 84 راح أبدأ بالخمسة حتى أعرف أطلع فوق الخمسة ولا نزل تحت الخمسة الخمسة ضرب 12 يعطينا 60 نزلت بعيد طيب الستة ضرب 12 يعطينا 72 وجرب السبعة ضرب 12 يعطيني 84 إذا مباشرة عندي العدد السبعة ضرب 12 يعطينا 84 إذا راح يكون العرض أو العدد اللي هنا سبعة وهو مطلوب إذا راح يكون العرض يساوي سبعة ماذا؟ طالما عندي العرض راح يكون عندي رحظة لمتر إذا يكون سبعة مترا أحسنتم المساحة فقط من تكون بالمربع وهذا المطلوب سؤال جميل ننتقل سؤال آخر سؤال سهل جدا أضع التوقيت مباشرة تعالوا نشوف السؤال أكتب خمسة وثلاثة أسباع في صورة كسر غير فعلي أنت بالقراءة جدا خمسة و نقرأ أولا العدد الصحيح بعد كده نقرأ الأجزاء أو الكسر طيب خمسة وثلاثة أسباع وكأن عندي لو بستخدم النماذج كان عندي ست نماذج سيه؟ خمسة منها طبعا جميعها مجزة إلى سبعة أجزاء الخمسة أخذت أجزائها كاملة أخذت سبعة أجزاء كاملة وأيضا الآخر سبعة أجزاء كاملة والثالث السبعة أجزاء كاملة وكذلك الرابع أخذت سبعة أجزاء كاملة وكذلك الخامس أخذت سبعة أجزاء كاملة فعبرت عنها خمسة تبقى عندي الشكل السادس ما أخذت كامل أخذت من السبعة أجزاء فقط ثلاثة أجزاء طيب طالما كل جزء يمثل سبع كم سبع أخذت؟ هنا سبعة وسبعة وسبعة السبعة تكررت خمس مرات طالما تكررت سبعة ضرب خمسة خمسة وثلاثين خمسة وثلاثين وعندي هنا ثلاثة فيصبح ثمانية وثلاثين سبع إذن استخدمت الآن الكسر غير الفعلي أصبح الآن خمسة وثلاثة سبع هي نفسها ثمانية وثلاثين سبع أو ثمانية وثلاثين على سبع لنتقل السواء الآخر سواء جدا أيضا سهل أضع التوقيت مباشرة طيب إيش بلان؟ أكتم 27 على 4 في صورة عدد كسري عدد كسري طب لاحظ معلان؟ هذا شنسميه؟ لاحظ البسط أكبر من المقام ماذا يسمى؟ يسمى كسر غير فعلي أستطيع كتابتها باستخدام العدد كسري طيب شو يتكون عدد كسري؟ عدد كسري يتكون من عدد ومن كسر يكون عندي بسط ومقام حتى أستخدم العدد كسري 27 على 4 رح أقسم 27 تقسيم 4 27 تقسيم 4 طيب ما هو العدد اللي أضربه في 4 يعطيني 27 ما عندي؟ طيب قريب على 27 قريب؟ كم نأخذ؟ نأخذ؟ نعرض لكم الآن لو أخذت الآن 5 في 4 يعطينا 20 طيب 6 في 4 يعطينا 24 طيب 7 في 4 يعطينا 28 وش أخذ؟ أخذ 28 20 قريبة ولكن ما عندي أنا عندي فقط 27 ما أستطيع أخذ الأقرب ولكن أقل إذن أقرب شيء عندنا 24 إذن أتعامل معا 24 أقرب شيء إلى 27 6 في 4 24 خطوة أخير نطرح يتبقى 3 لاحظ معي الآن الناتج عندي 6 أما الباقي هذا هو باقي صغير ما أستطيع قسمته على الأربعة لذلك راح أوزعها على شكل ماذا؟ على شكل أجزاء على شكل كسور فيصبح الستة كعدد صحيح ستة كعدد أما الثلاثة أوزعها عليهم بشكل كسور فيحصل على ثلاثة أربعة وكأن لو عندنا 27 ريال أريد توزيعها لأربعة يحصل كل واحد على ستة ريالات وثلاثة أربعة وصلنا إلى نهاية اختبارنا الاختبارات جدا مهمة تعود نفسك على الاختبارات تقرأ الأسئلة تعود نفسك على هذه الاختبارات تأخذ من هذه الاختبارات الفكرة الرئيسية طريقة الأسئلة لا بد أن تدرب نفسك كثيرا على الحل شكرا لكم شكرا اهتمامكم ومتابعتكم كان معكم عبدالله الكثيري من لغة الإشارة الأساد بدر الحمود دمتم سالمين نستودعكم الله وفي أمان الله